أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافا يا عين صاد ذكر رحمة ربك غبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني ومن العظم مني واشتغل الرأس شيبا ولم أكن بدغائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت مرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آلي عقوب وجغله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجغله من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت مرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر اغتيا قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ غَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْتَكُ شَيْئًا قَالَ رَبِّ جَغَلْ لِي آيَةٌ قَالَ آيَتُكَ أَنْ لَا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيَّا فَقَرَجَ غَلَا قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَغَشِيَّا يَا يَحْيَا خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَا مُلْحُكْمَ صَبِيعًا وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاءً وَكَانَ تَقِيَّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا غَصِيَّا وَسَلَامٌ غَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْغَثُ حَيَّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّقَلَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلاما ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو غلي هين ولنجغله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتنا ألا تحزني قد جغل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقذي غينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت مارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد الصبيا قال إني غبد الله آتاني الكتاب وجغلني نبيا وجغلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا قبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبغث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله العظيم